أفضل الأجانب في الجولة الأولى من الدبش طبعا أفضل الأجانب يعني لازم نقول إنه سام أبو علي ده رقم واحد الجولة الأولانية رجل أحرص ده فين وراجل يعني توقيطات أهدافه كانت هي توقيت بتاع الجون التاني والتالي نهاية الشوت الأول أول الشوت التاني خلاص أنت كده خلصت الموتس أنت لو كنت اتأخرت شوية في الجون ده طبعا الالتحامات والكرات العربية هتونا الأرقام يا شباب الالتحامات والكرات العربية بتاعت وسام مش طبيعية سدد أربع كور تلاتة منهم بين التلات خشبات منهم اثنين جنين فنسبة خمسين في الماء طبعا دي حيلة بيراوغ مراوغتين 200 في الماء فكل الحاجات دي بتقول إنه هو لعب كبير تأميرات مفتاحية كمان هو مسته كمان إنه بيصنع وبيعمل تأميرات مفتاحية إنه هو بيلعب لزميله كمان كويسي هو مش بس هو مهاجم بيعرف يسجل بيعرف يلعب مع زميله كويسي طيب ده رقم واحد رقم اتنين رقم اتنين عندي شكودي من بتروجيت شكودي من بتروجيت ده ده أساسا معار من سراميكا أنا عايز أقول لك يعني سراميكا من أحسن الفرق اللي في مصر اللي بتجيب العيبة أكتب صح صح فعلا كل اللعيبة أنا جاء أول مسارة مقدش بيجيبه أجانب كويسين خالص خالص بعد تاني سنة بدأوا يشتروا أجانب كويسين لا يعني أنا عايز أقول لك إنه هم عندهم أجانب تحت السن كمان ممتازين ممتازين أرقام أي في الجولة هو جاب جون في بيرامتس وعمل قدام نادي زي بيرامتس فده لعيب كويس 100% تمام سدت 3 كرات في واحدة منهم من 3 خشبات أعمل واحد سروق والتحامات الهوائية يعني ثلاثة نزمة نجاح 65% دي برضو تعتبر كويسة في ماتش ضد بيرامتس صح وهنتفرج عليه لأن الشكودي ده برضو هيبقى من اللعيبة الكويسة جدا جدا هاي التالت تالت إيمانوال إي بي ده من الاتحاد وده برضو أنا بقول لك أهو يعني خلينا فاكرين يعني مش هيخلص الدوري قبل من 10 ل 12 جون رايح الجون على طريق هاي يعني ده لما بيمسك الكرة يا كريم عارف هو راح فين هاي هاي يعني يعود ده ما بقولوله هو طريقة لعبه مختلفة هو بينزل من تحت وبياخد الكرة وبيروح للجون وبلوله كان لعب تسعى صريح لكن ده يبقى لعب هداف ويبقى لعب مهم جدا هاي هاي مين أفضل مدرب في الجولة الأولى أنا في وجه يتنظري أني مارسل كولر وجوميز الاثنين متساوين هاي لأني مفيش ظروف هتعدي على الزمالك أصعب من المطش ده هاي اتنين ضربة جزاء اتنين اللي عايبة بيطلعوا مصابين هاي مطش صعب جدا مطش صعب جدا جدا هاي مارسل كولر طبعا الشوت الأول في المطش كان في مطش سراميكا كان الموضوع صعب جدا هاي لكن برضو تغيير منه هاي ألا بالدنيا كلها طيب